كرار الى عدي موسم اول جاء من الشرطة الانطلاق الان من اللاعب سيبير سيواء محاولة من سيبيري ارنو 2015 واحرز الدوري كان له صلاح لاعبا مع الزوراء محمود يلعب الكرة خطيرة لوليد وليد كريم للنفط بالعدف الاول وليد كريم ورمضان كريم وهذا الهدف باليعادة هاك روح قول من محمود وما يكذب خبار وليد كريم والهدف الاول للنفط هدف اول لفريق نادي النفط عن طريق وليد لفريق نادي الكهرباء علي الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية والابعاد علي يشترك بالتشكيل الهجوم الان وليد قريب والثاني لكن اعبادي يمنع الكرة فرصة وليد كريم نجح في الاول لكن فريق الكهرباء انطلاق الان والهجوم عن طريق البديل مصطفى يلعب الكرة خطيرة ضاعت من محسن فرصة هدف للم هذه المرة من حسين عملية التمرير لحارث فلاح ولكن التقطية منه أوتارة محمد أوتارة لاعب البوركيني علي الكرة من محمد داخل مطقة الجزاء ابعاد من وليد شوف وين وليد طبيع الوسط سيبيري ارنو يلعبها لكرار والرأسية خطيرة خطيرة يحاول للنفط علي وليد عملية التحضير مع سيبيري محاولة داخل مطقة الجزاء وركلة جزاء بلنتي لفريق نادي سابقة خمس ركلات جزاء هذه الساسة لاحظ ركلة جزاء ولقطة نعم يعني واضحة ويعني تدخل من حارث فلاح اللقطة الآن وركلة جزاء لفريق نادي النفط القدم وبالتالي تسجل هدف أول وركلة جزاء وعبادي علي عبادي بالمرمى ركلة جزاء للنفط وليد 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 كريم ركلة جزاء وليد قريب وليد وليد للنفط وليد وضعت عبادي اعبادي اعبادي كانوا متعملين هدف لكن حلوة لعبادي طار وأبعد الكرة اعتقد سهلة كانت يعني من على وسجات خليل تلعب الكرة من على والإبعاد من مصطفى تعود الحسين فلاح في الأسابيع التسحة الأولى أو العشرة أو حتى يعني للأسبوع الحادي عشر يعني النفط بالتالي أن تصبر على المدرب لأن الأرقام مخيفة 33 حالة تغيير للمدربين مصطفى التزديدة والإبعاد من الحارس مصطفى طال جمع الآن حاول وخطيرة خطيرة مصطفى علي ونفطي سابق علي رحيم قريب علي يلعب الكرة داخل مطقة الجزاوة مرت من الجميع إلى تمام سين فلاح عاول يمر مرور ممتاز خطيرة 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 احسن ومرت كرة المرور من لاعب سجاد تبرير الآن مع مصطفى علي من هناك الخطورة لعلام حسن حسن فلاح يحاول داخل مطقة الجزاوة اخطر فرصة للكاربا ضاعة من حسن فلاح شوف شوف المرور حسن فلاح والفكرة ممتاز لكن احمد عبد الرضا سجاد خليل على التنفيل سجاد الكاربا عالية الكرة داخل بطقت الجزاوة ضاعت من عبد الله عبد الله عبد الامير برأسية خطيرة لاحظ باللقطة الماضية وضاعت على فريق الكهربا الكهربا حرة مباشرة لفريق الكاربا علي الكرة داخل منطقة الجزاوة اللي بعاد ومصطفى علي حاول لكن ابعاد من دفاعات النفط تعود مرة اخرى وحاول من هناك لحارث للكاربا والابعاد من اوتارا ضغط كارباي على مرمى النفط و خطيرة كانت مصطفى علي ولكن مصطفى طريق النفط علي الكرة الرأسية وتصلي مصطفى طارب بداية قوية لفريق الكهربا بشوط المباراة ركنية لفريق النفط علي الكرة داخل منطقة الجزاة ومسك محكم داف الفريق بخمسة اهداف عملية تمرير الى كرار داخل منطقة الجزاة بعد من الدفاعات اكاتي علي رحيم نادي النفط عملية التمرير والمحاولة عن طريق حسين فلاح ويخطأ محمد طارق وعلى دفعتين يحصل للقراء إبراهيم للكربا عالية داخل منطقة الجزاة بعد من دفاعات النفط علي رحيم قريب علي رحيم للنفط عالية داخل منطقة جزاة بعد من الدفاعات من هناك حاولت التزديد الله كرة قوية بالعرض دعم من السيد رئيس النادي حسين طالب ومن السيد وزير النفط علي الكرة كرار طالت الكرة على فريق النفط من هناك التماس علي الكرة انطلاقها عن طريق حسن على عملية التمرير محمد إبراهيم وخطيرة حلوة من مصطفى طارق محمد إبراهيم لاحظ لكن تألق وصحي مصطفى طارق ركنية لفريق الكهرباء الكهرباء أفضل من الكرة دائما المتخصص محمد إبراهيم على التنفيذ لفريق الكهرباء عالية داخل ملطقة الجزاء بعد من مصطفى المتابعة من البديل صهيب يدير المباراة لغاية الكادر بشكل جيد مصطفى علي داخل ملطقة الجزاء وتصل لمصطفى طارق حوار يعني مستمر محمد للكهرباء داخل ملطقة الجزاء لبعاد من مصطفى قريب على الكرة تلعب عالية داخل ملطقة الجزاء وإلى الركنية قطع كان من علي بهجة الأبرز بيصفو فريق الكهرباء عالية داخل برطقة الجزاء لبعاد من محمد أوتار وليد محاولة خطيرة خطيرة الله العارضة تيك للمرة الثانية الله 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 شوف رايحة العارضة هذه المرة عارضة ملعب التاجي تعاطفت معه الماضي لللاعب الواضح بالصورة وليد ضاعت الكرة دا كريم شوف هذه اللقطة لا وجود لشيء وضاعت اشتركوا في القناة